يعني من حق أي شعب أن يعيش بأمان وأن يعيش باستقرار وأن يحظى بدولة قوية تحكم بالقانون والناس عندما تشعر بقوة وهيبة الدولة بالتالي تؤمن أن القانون هو الذي يحكم الجميع ولذلك دائما ما كنا نقول أن هذه الفوضى الآن التي تدار ويحتكم على حلقاتها وتزداد هذه الفوضى بين الحين والحين الآخر لمصلحة من أن يغيب القانون وأن يبقى السلاح يستخدم هنا من هذا الطرف ويستخدم من الطرف الآخر في سورة العالم كله يراها ويتفاجأ ويتساءل هل فعلا وصل العراق إلى هذا الحد أنه القانون يعجز أمام أن يحصر السلاح بيد الدولة وأن يكون للدولة هيبة وللقانون سطوة وللقضايا حكم ما معقولة نحن دائما تنفجر عندنا هذه الأزمات ويتسيد السلاح الشوارع وسلاح بيد صبية وحتى القوات الأمنية عندما تكلف بأداء واجباتها ضد خارجين عن القانون يتم استهداف ومحاربة والوقوف بوجه القوات الأمنية هذه قضية غير مألوفة وهذه قضية غير اعتيادية وعندما تحصل يحصل الخطأ ولكن عندما تتكرر مثل هذه الأخطاء فأن هناك مؤشر أن هذه الأفراد وهذه الجماعات وهذه التنظيمات بدأت تؤمن أنها أكبر من القانون وأكبر من الدولة وأصبح رجل الأمن بالنسبة لها لا يساوي شيئا كنا نتمنى من القيادات التي في تماث مباشر مع المواطن ومع الخارجين من القانون أن يتخذوا قرارات مهمة وأن يوقفوا مثل هذا الانحدار بالتعامل مع القانون ومع الدولة ومع القوات الأمنية ولكن عندما تزر وازرة وزر أخرى والقانون يسكت والأحزاب هي التي تهيمن والأحزاب هي التي تقرر والأحزاب هي المخازن الأسلحة والأحزاب هي بيت الفتنة وبيت الداء فأقرع على البلد السلام لذلك قلنا من زمان أضبطوا هذه الأحزاب أخضعوا هذه الأحزاب للقانون أعيدوا النظر بقانون الأحزاب حاسبوا هذه الأحزاب وتنظيماتها وأفرادها وميليشياتها وسلاحها المنفلت الذي في كل مرة يتكرر الدولة لا تحترم القانون لا يحترم القائد لا يحترم رجل الأمن لا يحترم لا شل المحترم إسلاحك مرة يتفر بإسم فلان ومرة يتفر بإسم العشيرة ومرة يتفر بإسم القانون ومرة تستخدمه بإستهتارك ومرة تستخدمه بإسم بإسم مسميات عديدة لأنك منفلت والقانون يرى ولكن لا يستطيع